أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة للحفاظ على تضحيات الشهداء الذين دفعوا ثملا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد في الندوة التفقفية السبعة والثلاثين لقوة المسلحة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاحتفال بيوم الشهيد يعكس العرفان بحق الشهداء رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحية الشهداء فيه تمن زي ما اسم النادوة النهاردة التمن فيه تمن تمن كبير أو الدفع والتمن ده فيه أسر أنا دايما أقول الكلمة دية وتكراري له هو عرفان تكراري للكلام هو عرفان عرفان للأسر الموجودة معنا دلوقت واللي حتى مش موجودة إن إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم وكمان كبير جدا عندنا عندنا كلنا مش عندنا بس سبتيكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد دية بيحسوا قد إيه إن فيه تمن كبير أو الدفع عشان البلد دي تبقى في أمن وأمان وسلام